أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحجاج المصريين الذين تم تقديم الخدمات الطبية لهم وصل إلى 9 ألاف حاج وأوضحت الوزارة أن عدد المحتجزين بالمستشفيات السعودية وصل إلى 35 حالة تم خروج 10 حالات وباقي الحالات وضعه الصحي مستقر بهدف المتابعة والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين ومراجعة الأدوية والمستلزمات بأيادات البعثة الطبية قام مسؤول البعثة بعمل جولة تفاقدية بتلك العيادات لتزليل المعوقات كافة على طيقة تواجه الكوادر الطبية خلال عملها بالعيادات ورصد انطباعات الحجاج المصريين ومضى رضاهم عن الخدمة العلاجية المقدمة لهم لفنا على كل العيادات في مكة أولا عملنا دعم بالأدوية والمستلزمات كلها يعني كأننا ملينا المخازم من أول وجديد وبحيث أننا نخش على المرحلة الثانية وان شاء الله يعني كده ما فيش أي رجعنا كل الجرد عملنا جردنا المخازم رجعنا كلها فيش أي حاجة نقصة الحمد لله قاملنا العينين وقاملنا الدكاترة واتمننا على تواجدهم واتمننا على نوعية المرضى اللي بتيجي والتعامل معاهم وإحنا كان يهمنا أساسا من ناحية خدمة العادة الخارجية أنه يبقى المريض واخد معاملة كويسة تشخيص سليم تشخيص سريع والحاجة الثانية إحنا رجعنا بقى المستشفيات اللي المفروض بنحول لها الحالات والحمد لله إحنا في تواصل إحنا لحد النهاردة يعني الحمد لله عملنا وصلنا لـ 8000 الشكاولة التي جاءت لنا ومعظمها نزلت البرد تغيير الجو والتكيفات الألم المفاصل والخدمين من المجهود بتاع العمرة والحمد لله الدكاترة عندنا تتعاملوا مع كل الحالات كما تم دعم وإمداد أيادات البعثات الطبية من خلال التموين الطبي والمغزون الاستراتيجي بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية وبخاصة أدوية الملحة والمزمنة كأدوية السقر والضغط والقلب دفنا على العيادات تابعنا النواقص وتكملنا نواقص الأدوية والمستلزمات ونبهنا على كل الصيادلة والدكاترة والفريق الطبي الموجود في جميع العيادات أنه يتم المتابعة معنا أول بأول من النواقص مجرد ما الصنف يوصل لرسيده الـ 50% يتم إبلغنا ليتم استكمال النواقص تم استكمال مددات الحيوية والمسكنات واستكمال جميع الأدوية وإن شاء الله الحمد لله الأرصدة بقت 100% في جميع العيادات ديوف الرحمن عبروا عن امتنانهم لما تقدموا البعثة الطبية من خدمات تشخيصية وعلاجية لبى طموحاتهم بصراحة القافلة عاملة عليها وزيادة والدكاترة بصراحة معاملة حلوة جدا الصراع يعلم ربنا قولوني وجاني فقالوا لي أن في هنا قافلة طبية يعني وانزلت والدكتورة بصراحة عملت وعية الواجب وديتني علاج وصرفت من الصيدلية واشكركم كلكم المهتمينين بينا والحمد لله أحمدك واشكرك يا رب الانتقال بالخدمة الإلاجية للحجاج المصريين من مستوى الإتاحة إلى مستوى الجودة هو ما حرص عليه مسؤول البعثة الطبيعة المصرية فالكل يتبارى في خدمة ديوف الرحمن رافعين الشعار خدمة الحقيق شرف لنا محمد حلمي التلفزيون المصر